اشتركوا في القناة لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سادذين اشتركوا في القناة 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 بالسباع والهوام وقطاع الطريق أنتم أحد عشر أخا كلكم أقوياء وشجعان لا داعي للقلق سوف أقوم بتحضيري متاعي السفر وبعض الخبز لك لم أقوم بتحضيري السفر أقوم بتحضير الطريق الخبرة في سفر كهذا تعد من الضروريات لا تغفلوا في القناة لا تغفلون ويغيرون 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 على القوافل بغتة لا أحد يجروا على مواجهة أحد عشر أخا شجاعا كما أن بعض الكنعانيين سوف يرافقوننا في سفرنا هذا أخبروني أوحد جار شقحات هل يمكنني أن أطمئن على البيت في غيابي؟ فأنا أسافر متكلا عليك أنا ذاهبة لتحضيري متاعي ومؤونة السفر شكرا لك زادك بضعة أقراص خبز لا نملك شيئا غيرها هذا كاف هل أخفيت دنانيرك في مكان آمن؟ لا تقلقي أبدا خبأتها جيدا رغم أنني لست أؤمل الكثير من هذا السفر روبين أتظن أن هذه الدواب كافية؟ يجب أن تكفي نركبها في طريق الذهاب ونحمل عليها متاعنا في طريق العودة هذا إن عدنا بالحنطة أصلا سنذهب معكم والكثير من الكنعانيين استعدوا للصفر هذا أفضل كلما كنا أكثر عددا كنا أكثر أمانا أرجو أن لا نرجع خاليا وفادنا بعد كل ما سنواجه من الأخطار توكلنا على الله نحن علينا أن نسعى سعينا أجل انتبهوا لأنفسكم يا إخوتي حتما أنتم أيضا ارعوا أبناءنا ودورنا أجل ألن ترافق إخوتك؟ ينبغي علي ذلك لكني أعلم أن أبي لن يوافق فله عساه يأذن لست أدري اشتركوا في القناة السلام على نبي الله السلام عليكم السلام عليكم السلام على نبي الله أبي نحن جاهزون للسفر هل تأذنوا لنا؟ أبي هل تأذنوا لي بأن أذهب مع إخوتي إلى مصر؟ لا لا تذهب معهم ابقى معي في كنعان لتعينني في إدارة شؤون عشيرتنا خلال غياب إخوتك عن الديار الصلاح فيما يراه نبي الله هل لدى نبي الله أي نصيحة فيما يخص سفرنا؟ أرى ظاهر هذا القحط عذابا عليكم وباطنه رحمة لكم وأنصحكم أن تتفائلوا خيرا بما يعترض طريق سفركم من مشاق ولا تضيق ذرعا بها فكل مصيبة تنطوي على حكمه تكرم بالدعاء لنا إلى اللقاء أبتاه ودعا بن يمين ادعو لنا يا أبتاه في أمان الله كنوا على ثقة بأننا سنعود ببضع في حظ الله في أمان الله به فلننطلق انتبهوا لأنفسكم اللهم وفقهم وأرجعهم سالمين زوليخة إلى أين؟ أراك انطلقت ثانية سمعت أن يوزر سيف سيعود من سفره أذهب إلى النيل لعل ألقاه أواثقة أنه سوف يأتي؟ نعم واثقة سيعود عاجلاً أم آجلاً أترى يان؟ لم تكترث على الإطلاع أنت محقة وكأنها لم تسمع أصلاً كلامك الجارحة والمبطن أظنها فقدت عقلها تماماً لكن مع ذلك فما زلت أكون لها الاحترام لكن المجنون لا يحترم دائماً ما يقوم الصبيان والشبان بخداعها بالأخبار الكاذبة عن يوزر سيف وهم يفعلون ذلك بهدف الحصول على مالها مع أن الناس قد سلبوها ثروتها لكنها لا تفقد الأمل أبداً ما أن تسمع بخبر عن يوزر سيف حتى تهب إليه مسرعة لكن يوزر سيف كل يوم في مدينة ولن تلقاه أبداً ماذا؟ ألم يأتي يوزر سيفك بعد؟ سأنتظر سيأتي في النهاية سوف يأتي يوسفي هل أنت واثقة؟ أنا جد واثقة سوف يأتي لابد للبدر أن يطلع في النهاية كفاكي يا زليخة كفاكي ألم تسمعي أنه كل يوم في مدينة قل ما يأتي إلى هنا لقد بيضت عيناك في انتظار يوسف توقفي أعلم إنه يخون المودة عملي هو الانتظار فحاسم هو عمل يوسف عمله هو الخلف سأظل أنتظره هنا كل يوم حتى يأتي ألم تملي من كل هذا الانتظار؟ حتى ما هذا الانتظار؟ لم تعشق بعد حياتي هي الانتظار قول لي إن لم أنتظر فلما أحيا إذن؟ هذا الانتظار يمدني بالأمل يعطي المعنى لحياتي أشم ريحة يوسف؟ أشم ريحة يوسف؟ أشم ريحة يوسف؟ أنا أشم ريحة؟ هو في الجوار بالتأكيد أنت تتوهمين سيدتي فأين نحن من يوسف؟ لا لا أنا واثقة هو في الجوار حتما انظرها توقفي عن هذا الجنون وماذا يفعل يوزر سيف هنا؟ أعذر سيدتي، لم أتمالك نفسي، فقدت السيطرة أنا لست حانقة عليك إنما حتبي على يوسف لو أنه أتى، ما كنت لأتعرض لكل هذه الشمدة لكنه سيأتي في النهاية سيأتي أو من ينتهي فيه انتداري موسيقى 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 اشتركوا في القناة هذه المزارع الآن يابسة لكن القحط سوف ينتهي قريبا هذا المكان كاف لشغل الكثيرين من زراع مصر في الوقت الراهن كل هذه الأراضي تابعة لحكومة مصر ينبغي علينا توزيعها على المزارعين الذين لا يملكون أرضا وهكذا يعملون على زراعتها ويدفعون ضريبة للحكومة هذا جيد جدا هكذا سيصبح العبيد أصحاب أرض أجل أجل لا أدري ما الحال الآن فيك العهن كيف يواجهون القحط ليت أن أبي وإخوتي كانوا هنا فيرعون الأغنام في هذه الأرض الواسعة ويزرعونها إن كانت هذه الحال حال النيل العظيم فمعلوم ما هو حالك نعا ترجمة نانسي قنقر تحيا قوافل بابل وأمراؤها من أين جئتم بهذه الحنطة؟ السلام عليكم من مصر عليكم بمصر فلن تعودوا منها فارغين بقي الكثير حتى مصر؟ ها قد بانت بروج الحراسة فيها لم يبقى الكثير اذهبوا شكرا لكمان في حفظ الله هيا أسرعوا فلنحف السير كنتم تسيرون حتى الآن غصبا فما الذي استجد الآن؟ في الواقع لم أكن مؤملا قبل الآن أين تذهبين؟ البرد شديد تؤذين نفسك يمكن دفع البرد بعباءة على الكتف فلو أن السماء أمطرت حجارة أنا سأذهب انتظري ريث ما يزول البرد فنذهب معا أتسمين الجلوس في البيت عشقا؟ وهل انتفعت من جلوسك تحت ذاك التمثال مترقبة ومنتظرة؟ هل أتى يوسف؟ هل أتى؟ ألم تملي كل هذا الانتظار؟ ما بالكما لا تفهمان فأنا إنما تغفو عينايا في كل ليلة على أمل لقائه وعلى ذلك الأمل أجلس كل صباح تحت ذلك التمثال الحجر منتظرة انتظار يوسف هو كل حياتي لن أكلم من الانتظار أبدا كما وأنني لن أفقد الأمل لم يبقى لي من يوسف إلا انتظاره فهل تمنعانيني من ذلك؟ نحن لن نصحبك إذن سيدتي اذهب أينما تشئين؟ أصبحت مجنونة مجنونة إن كنت قد أفسدت حياتك فلما نفسد حياتنا؟ لنذهب أنا لا أحتمل البقاء في هذا البرد القارس لا فئدة ترجى من شفقتنا عليها هيا بنا ترجمة نانسي قنقر أليس لك بيت تحتمين به من هذا السقيع؟ لي بيت باتساع القصر وبديق اللح وبظلمة السجن بلى عندي مهما كان فهو أفضل من هنا سوف تمردين هنا أنتظر قادما علي قالوا إنه آتن أذهب إن لم يأتي لنذهب ما الأمر؟ ألم نتفق على أنه لا شأن لكما بي؟ حاولنا كثيرا لم نستطع لقد اعتدنا عليك سيدتي فنحن لم نعرف سواك مذكنا صغيرتين نشأنا في القصر بجوارك لا نعرف أي مكان آخر اذهبا وكفا عني أفسدت ما علي خلوته لكن سيدتي لا يمكن لنا أن نتركك وحدك إنما أكون وحيدة معكما يوصف بجنبي فيه في كل آن ومكان ما إن تأتيان حتى يفارقني هل هذا عشق شهواني؟ تريد جسد يوزر سيف على ما أعتقد ما هذا الكلام؟ وهل بقي لدى الزليخة أي جسد حتى تبحث عن متعة الجسد؟ أراها تصبح محبوبة أكثر كلما تقدمت في السن؟ أشعر أني أصبحت أحب زليخة وأحب عشق زليخة أيضا أعليكم بتدوين أسمائكم أولا نحن عشرة إخوة أنا أود علاوي شمعون يهودة جاد دان زبولو يساكر عشير نفتالي روبين نحن أبناء يعقوب من أهلك نعان أنتم عشرة إخوة إذن وفيما كدومكم إلى طيبة؟ ولماذا يأتي الآخرون إلى هنا؟ نحن مثلهم لا شأن لك بالآخرين أجبني على سؤالي فقط ما سبب كدومكم إلى مصر؟ لقد جئنا سعيا وراء الحنطة فقد أصاب القحط ديارنا أيضا ماذا نفعل الآن؟ نحن مكلفون أن نستطلع أمر الغرباء علينا أن نعلم إن كنتم قد استلمتم القمحة من هنا سابقا أم لا وهل تريدون المتاجر به أم أن القحط قد أصابكم؟ أثبت أسماءكم وعديدكم ولما كل هذه الضرائع إذن؟ إن كنتم لن تبيعوا الحنطة فلما تؤذون الناس؟ هذه قوانين مصر يمكنكم الرحيل إن لم تعجبكم لا حنطة لكم كفاك شمعون أنا أعتذر منك كثيرا إن كانت القوانين تسري على الجميع فنحن نطيعها ماذا تريد أن نفعل الآن؟ أكتبوا أسماءكم على ورق البردي هناك بعد ذلك نريها لجنابي يوزر سيف ليقرر بشأنكم عليكم أن تنتظروا خلف البوابة ريثما يرجع جواب الرسالة سنطيع أوامركم لا يتطلب الأمر نزاعا وهل جئنا لنحارب أم لنرجع بالقمح؟ تسببون الشر أينما حللتم؟ يا نبي الله مأمور بوابة الشام يريد أن يسلمكم رسالة هل تستقبلونه؟ أطلب منه الدخول يحيى عالي المقام يوزر سيف تحية الله عليك أخبرني إذن ما وراءك؟ عدد الأجانب الذين دخلوا مدينة طيبة من بوابة الشام الأسبوع الماضي بلغت تسعين وثلاثمائة رجل وكل رجل أخرج معه من تلك البوابة كيسا من القمح توزعت تبعيتهم بين الهيتبيريين والهيتيين والقابليين وأهل الشامات هذا كل ما في الأمر أما اليوم فقد حاول عشرة إخوة من أهل كنعان دخول البوابة وقد منعناهم ريثما نستأذنك كنعان؟ عشرة إخوة؟ ألم تسألوهم أسماءهم؟ بلى على المقام كتبت أسماءهم هنا هل هؤلاء هم؟ بنوا إسرائيل؟ ما الأمر يا نبي الله؟ هل وقع مكروه ما؟ ما الذي كتب في تلك الورقة؟ لا شيء سوى أسماء عشرة أجانب مالك خذهم إلى قصر أخنتون بكل عزة واحترام أقسم عليكم إلا أخبرتموني ما الأمر؟ لماذا لا تتكلمون؟ لقد شاء القدر أخيراً أن يأتي يا إخوتي إلى مصر لقد جاءوا إلى هنا لكي يشهدوا تحقق وعد الله بعد نيف وثلاثين سنة لقد جرت مشيئة الله على أن لا نتقابل قبل الآن لي عندكم طلب واحد لا تحدث أحداً عن وجود إخوتي هنا اللهم مالك شكري شكراً لله أين هم؟ هؤلاء هم أنتم أهل كنعان؟ أجل نحن كلنا من أهل كنعان أرى أنكم أكثر من عشرة أخبروني عن عشرة إخوة كنعانيين نحن عشرة إخوة البقية كنعانيون لقد جئتكم من قبل عزيز مصر أطلب منكم العفو إن كنتم قد تعرضتم للإهانة أو انتظرتم طويلاً سامحوني أنتم العشرة يمكنكم الدخول إلى طيبة لقد تم تكليفي باستحابكم إلى قصر عزيز مصر وماذا عن بقية الكنعانيين؟ يمكنهم أن يذهبوا جميعاً لاستلام القمح أنتم رافقوني لما نحن العشرة؟ أما هذا فلا أدري اسألوا عزيز مصر تعالوا أين تذهبون؟ ماذا علينا أن نفعل يلاوي؟ لا تقلقوا اذهبوا لاستلام القمح فحسب ثم انتظروا أمام هذه البوابة ريثما تجتمعون عن آخركم عليكم برأي دوابهم وإطعامها والاحتفاظ بها في الإصطابل حتى يعودوا أنا لا أفهم أبداً لما استقبلون بغلظة ثم عدوا واستقبلون بالحفاوة والتقدير؟ لماذا دعون إلى قصر عزيز مصر؟ تلك الغلطة كانت بسبب الجهل الصادر من حارس البوابة وهذا التكريم سببه عطف عزيز مصر وأوامره بالمبالغة في ضيافتكم هل هو عطوف هكذا مع الجميع؟ أهل مصر يعشقون يوسر سيف هو يرأف بجميع الناس لكنه ليدعو الجميع إلى القصر أما سبب ذلك فالأفضل أن تسأله عنه بأنفسكم فأنا لا أدري فأنا لا تسأله بأنفسكم فأنا بأس فى مصر أترين أسينات أترين هؤلاء هم إخوتي لكني لا أعرف أي واحد منهم لكن لا ذلك الذي يسير في المقدمة بجانب مالك هو لاوي ما زلت أذكره جيدا أحسن إخوتي وهو من حال دون هلاكي يا إلهي يا إلهي ما أكثر الشيب في رؤوسهم انظر ماذا فعل الزمان بهم ذاك الذي في المؤخرة هو يهودة يقابل كل شيء بسوء ظنه يشكك في كل شيء أراه مزال محافظا على عادته يا إلهي كم عظمت أجسامهم وقوتهم أرجو أن يكون بن يمين قد أتى معهم أيضا انظري لقد بيضت رؤوس بعضهم ولحاهم أتظنين أنهم لن يتعرفوا إلي أيضا لا تقلق أبدا فقد كنت أصغرهم سنا إذن فقد تغيرت أكثر منهم فضلا عن ثيابك تفضلوا أدخلوا أرجو ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لن أدب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا إلهي كيف عسى يأقابلهم؟ فإن عرفوني لا أريدك أن تقلق إنما هم جميعا إخوتك ولن يحصل شيء أبدا إخوتي الذين أرادوا قتلي ولا أدري ما الذي باتت تنطوي عليه الآن نفوسهم فضلا عن ذلك فقد دبرت لهم أمورا فلا ينبغي أن يعرفوني في أي أمر تظنون عزيز مصر يريدنا؟ ألا ينبغي أن نعلم لما جاءوا بنا إلى هنا؟ أخطأنا بمجيئنا أشعر أننا وقعنا في شراك لا خلاص لنا منها بالعكس أنا أشعر بالأمان هنا ولا أشعر بأي نواية سيئة جاهنا الأوامر نفذت ماذا الآن؟ إخوتي هم ضيوفي أنا الآن سوف يبقون هنا لعدة أيام أطلب مني سبو أن يؤمن لهم أسباب راحتهم بأفضل ما يمكنه ذلك جنب مالك أظن أنهم قلقون ولا يشعرون بالطمأنينة لا يعرفون سبب وجودهم هنا قل لهم إن كان عزيز مصر ينوي بكم أي سوء لما أتى بكم إلى قصره أبدا لا تقلق أبدا أنا أطمئنهم أهلا بكم أنا أرجو أن يساعدكم هذا المكان على التخلص من أعباء سفركم الطويل هذا لماذا جئتم بنا إلى هنا؟ ماذا يريد مننا عزيز مصر؟ لا شك في أنهم لا يجلبون إلى القصر من يريدون له السوء أما الذي يريده منكم عزيز مصر فيعرفه وحده أنا لا أعرف شيئا أنا مأمور باستضافتكم فحاسب نيمي سابو الصديق المقرب لعزيز مصر في خدمتكم وسوف يخدمكم ويقوم بتلبية طلباتكم أنا أنا أيضا أرحب بقدومكم علينا وأقترح عليكم بداية أن تختسلوا لكي تريحوا أجسامكم من تعب الطريق هذا كل شيء لا أعبூ نعم لا أجسامك أجسامك من أمر عجيب لم أعرف أبداً أي همدان جاد وعشير ونفتال وزابلو كم تغير شكلهم ماذا ستفعل بهم؟ لقد أساء إليه أي ما إساء ظلمهم لي قد يتحشاه الأعداء الذين وقع بينهم الدم حقي عليهم أن ينلوا شر جزاء لكني قد عفوت عنهم في اللحظة التي باعوني فيها عبداً ماذا عن أبيك ياقوم؟ هل عفى عنهم هو أيضاً؟ لا أنا واثق من أنه إن علم بما فعله بي فلن يعفو عنهم أبداً فليرحمهم الله يجب أن نجد لهم مخرجاً فصخط الوالد يردي لو كنت مكانك ما كنت لأعفو عنهم بهذه السهولة قل لهم فليجاهز المستراحة بعد استضافتهم أظنهم مرهقين جداً سمعاً وطعاً ملاحظة كون من المساعدين أيضاً لهم هم من الوالدون يشبونه وطعاً 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 من هنا قصور الفراعنة التي هي محل عبور الآلهة وأبناء الآلهة انظر إليها ماذا صار التحوي الآن ماذا يفعلون هنا أظنهم ضيوف جنابي يوزر سيف الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يأكلون بشراهة أظن أن القحت شديد في كنعان حتى ارتضوا أن يحتملوا مشقة هذا السفر الطويل إن كانوا جوعا إلى هذا الحد فما بالك بأزواجهم وأولادهم آه يا للغبار الذي لطخ رؤوسكم ووجوهكم لقد أصبح هذا المكان مظلما تماما كقلبه إنه بارد ومظلم ومهجور ما زلت أذكر أسماءكم لكن لم أعد أعلم أي اسم يعود لأي واحد من تماثيكم بورس تمثال شو تيا شغال أنوبيس مفتو مفتيس كيت أجل هذه هي أسماؤكم كنت أتردد عليكم وأقوم بعبادتكم واحدا واحدا آمون صحيح أين آمون؟ أين آمون يا ترى؟ آمون أرأيت كم بحثت عنك حتى وجدتك قبل الآن كنت أعلم أين أجدك كنت آتي إلى هنا وأرقص لك لماذا؟ لماذا ما زلت واقفا يا ترى؟ ألم ترى كيف قام يوزر سيف برميك على الأرض في معبدك؟ اخضع مقابل رب يوسف التصق بالأرض مقابلة يجب أن تسجد على الأرض في حضرة رب يوسف العظيم يجب أن تكون على الأرض مقابل رب يوسف يجب أن تخضع في حضرته أيتها التماثيل الصمة؟ ألا تستحين بحضور رب يوسف أن تدعي الربوبية؟ لقد حطمكم يوسف ليكفر زليخة يا رب يوسف أشهدك على أنني رميت بآلهة كلها على الأرض كان يوسف يقول إنك شاهد وضعبر أنت في كل مكان وترى كل شيء إذن أخبر يوسف أن أن زليخة قد تركت عبادة العصدى زليخة تركت عبادة العصدى اللهم لك الشكر على أن أعدت جمع شملي بإخوتي لقد اشتقت كثيرا إلى أبي وأخي الأصغر بن يمين اجمع شملي بهم أيضا اللهم لقد طال عهدي بفراقهم اللهم قرب أجلا وصالبهم موسيقى 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 المترجم للقناة عندها لم أكن أعرف مع من يتكلم يوسف وماذا يقول وما زلت لا أدري من تراك تكون حقاً حتى يعبدك يوسف ويضن في عشقك قل لمن أنت فهل أنت تشبه آمون؟ أنا لا أصدق فأنا لم أبكي أبداً لآمون لم أبكي لأية آلها لكنني شهدت بكاء يوسف لك وهو ينجيك مراراً أنا قطبكيت ليوسف كثيراً أما لك فلا لا معظم أهل مصر يعشقون يوسف ويطيعونه كربهم فمن أنت؟ من تراك تكون حتى أدمعت عيون حبيب أهل مصر؟ كثيرونك زليخة بكوا على فراقه لكنه يبكي على فراقك أنت يظهر أنك تليق بالربوبية وإلا ما كان يحبدك أمثال يوسف ويبكون شوقاً إليك هنيئاً ليوسف حيث أنه حظي بمعبود مثلك هنيئاً لك إن أن لك عبداً كيوسف أحدى نساء أشراف مصر قد خانت زوجها لكني سمعت أنها عاشقة لا تصدق ذلك سيدتي العشق أمر مقدس والعاشق لا يعرف الخيانة أبداً إنه هوى القلب لا يعرف الدليل والمنطق العاشق الحق لا يترك الحرام باب قلبه الطاهر أبداً فلا ينبغي أن تسمي الهوز عشقاً أخبرني هل سبق أن عشقت من قبل؟ أجل أجل من؟ لابد أنك فائق الجمال حتى أضحى يوسف يعرض عن كل الحسان بوجودك أنت؟ لا أدري فهل تأذن للجميع أن يعبدوك كما أذنت ليوسف بعبادتك ومناجاتك؟ أجل 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 لا يمتلك الجميع عفته وضهرته فهل تقبل أصحاب الوجوه السوداء في حضرتك؟ هل تستمع إلى شكواهم؟ يوسف كان يراف بالجميع ماذا عنك؟ لا أدري من أنت وما أنت؟ لكنني واثقة أن معبود يوسف ينبغي أن يكون واحدا لا يشبهه أحد إنه الأفضل الأجمل والأقوى وإلا ما كان يوسف ليعبده أنا أنا أيضا بكيت بكيت لرب يوسف أنا أيضا ذرفت له الدموع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر